عزيزي المشاهد ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل جرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم وشكرا لكم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم La langue française إذا مشاهدين الكرام لازلنا ضمن قائمة تحدي التكلم باللغة الفرنسية البسيطة Parler le français facile Lachan de la langue française قناة اللغة الفرنسية والقناة اسمها La langue française القناة اسمها La langue française إذا الدرس الخامس والاشتراك كور 25 ستجدون هذه الدروس في الرابط www أو الموقع www فرانسي أو فرانكي فاصيل .fr فرانكي أو ليس فرانسي فرانكي فاصيل .fr إذا سنبدأ الدرس على بركة الله إذا قبل أن أبدأ الدرس أقول لكم أن هذا الدرس عبار عن مراجعة مراجعة للا كونجيزون قبل أن أمر إلى الأن بارفة والدروس الأخرى سأحاول أن أراجع معكم لبرزن وايضاً لأيضاً 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 على شكل مراجعة تابعوا معي الفيديو إلى الأخير وستستفيدون أكثر إكتت يستمع إكتت يستمع ت écoute la musique trop فور إذا ت écoute أنت تستمع la musique إلى الموسيقى أو الموسيقى la musique الموسيقى trop forte أي بصوت عالي أي صوت الموسيقى مرتفع إذن بصوت عالي جداً إذن trop forte ت écoute ت écoute ت écoute تستمع أو أنت تستمع la musique الموسيقى trop forte trop forte أي بصوت عالي جداً ت écoute ت écoute la musique trop forte ت écoute أنت تستمع الموسيقى بصوت عالي جداً لاحظوا معي ت écoute ت écoute ت écoute استعملنا la conjugaison هنا استعملنا le présent لأننا نقول أنت تستمع الآن أنت الآن تستمع ت écoute أي أنت تستمع الآن ان تستمع الآن أرجم أنت تستمع الآن إلى الموسيقى بصوت عالي جداً جاً جهازي أسمح أنه سابقا هنا اذا كنت تزيد من هنا ويسألون ترجع لذلك المفرس ومسي قد اذا كنت ببعث إليه سابقاً 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 إليكوت لا ميزيك أي يسمعوا إلى الموسيقى إليكوت لا ميزيك نوزيكوتن وزيكوتين الزيكوت أي يسمعون إذن أسمعوا تسمعوا يسمعوا تسمعون نوزيكوتن نسمعوا إذن الفعل إكوت كمنا بتصريفه مثلا إلى الحاضر ولكن إذا أردنا نتكلم عن الباسي كمبوزين نقول مثلا سمعت في الماضي سمعت ج ج إكوت أكسن نحذف ونضع أكسن وتبقى إكوتة على حالها وتبقى إكوتة على حالها ونغير فقط ج ج أي الأكسليار أفوار تابيو ميزيكي تُيَا كَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَهُمْتَ سامعتم سامعتم في الماضي نوزاوان اكوتى سامعنا إلزان اكوتى إذن لاحظوا معي أنني قمت بتصرف إلزان اكوتى قمت بتصرف الفعل إكوتى إلى الحاضر وإلى الماضي المركب الآن سأقوم بتصرفه إلى الفيتيو سامبل أي المستقبل البسط إذن إذا أردت أن أقول أنا سأستمع سأستمع في الحاضر سأستمع سأقول ج كوتر ج كوتر ونقول لا تقرأوا ج كوتر ج كوتر 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 سأستمع إلى الموسيقى ج كوتر سأستمع إلى الموسيقى سأستمع إلى الموسيقى لاحظوا أن إكوتى بقي على حاله كما هو في المصدر في الأنفينيتي في المصدر بقي سأستمع إلى الموسيقى سأستمع إلى الموسيقى سأستمع إلى الموسيقى سأستمع إلى الموسيقى إذا قلنا إذا قلنا سأستمع إلى الموسيقى ولكن الآن سأقدم لكم مراجعة بعجالة الآن سنتكلم عن باندير باندير يقفزو باندير يقفزو le tigre باندير سور سابع avant de la ديوري le tigre باندير يقفزو سور سابع خوا أي فريساتيه سور سابع على فريساتيه avant قبل de la ديوري أن يل تهيما هولو أن أضع الترجمات الحرفية إذن لتي باندير إذن باندير يقفزو سور سابع على فريساتيه باندير أقفزو أقفزو فريساتيه جي باندير سور للي أقفزو فريساتيه جي باندير أقفزو فريساتيه جي باندير سور للي أقفزو فريساتيه يي باندير العمل يي باندير يعني يقفزو نقول يباندير لأنه ينتمي إلى المجموع الثانية نباندير 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 نعيد سور سور أقفزو نباندير نباندير نقفزو سور للي فوق السرير أو تقفزون فوق السرير تقفزون فوق السرير يقفزون فوق السرير يقفزون فوق السرير هنا فقط بعجلة تصريف الفعل وينتمي إلى المجموعة الثانية ويمكن أن نقوم بتصريفه إلى الماضي المركب إلى الماضي نقول مثلا أنا قفزت في الماضي ليس أقفز الآن أنا قفزت في الماضي أقول جي باندي باندي تبقى على حالها نغير فقط جي جي باندي نغير فقط لأكسليار أفوا توا باندي قفزت قفزت على السرير إذن إذا أردت أن تتكلم اللغة الفرنسية حاول أن تركز معي بلا كونجيزون لكي يسول عليك الأمر أنت تريفه لكي يسول عليك الأمر تواب عندي سور للي إلا باندي سور للي إلا قفزت في الماضي إذن باندي لازالتغير نزوان باندي vous avez bondi nous avons bondi قفزنا vous avez bondi قفزتم ils ont bondi قفزو الآن سوف يمر إلى تصرف الفعل bondir إلى le feature simple إذن le feature simple في jeu فقط في jeu نضيف a i نترك الفعل على حاله كما هو في المصدر في لنفينتف ونضيف a i في ج a i في ج جو بندرى أي ساقفزو جو بندرى ساقفزو في للي فقط سريد جو بندرى ساقفزو في المستقبل فقط سريد تُو بندرى تُو بندرى سوف تقفزو على سريد إل بندرى إل بندرى سوف يقفزو على سريد نو بندرى أي ساقفزو نضيف o n s سوف تُو بندرى سوف تقفزو نضيف o z إل بندرى نضيف o n t أي سوف يقفزو إذن الفعل بندرى مصرف إلى الحاضر والباسي كومبوزي والفوتير سمبل يعني بكل بساطة يمكنكم أن تصرفو أن سأمر إلى الفعل التالي هذه فقط مراجعة لكي نمر إلى الدروس القادمة مثلا سنتكلم عن finir finir yunhi finir yunhi مثلا أردت أن أقول unhi دروسي الآن مثلا je finis mes leçons أي الآن avant d'aller jouer قبل أن أذهب إلى اللعب unhi دروسي قبل أذهب إلى اللعب unhi je finis mes leçons دروسي avant قبل d'aller jouer الذهاب للعب مي leçons دروسي avant d'aller jouer قبل الذهاب للعب avant قبل أذهب للعب jouer إذن je finis mes leçons avant d'aller jouer يمكن أن أقول tunhi نحن نتكلم الآن عن الحاضر le présent إذن تني تني تِي 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 تُنْ عِي دروسي قبل الدّاب للاعب إِلْفِنِي إِلْفِنِي أَوَكْ تَ إِلْفِنِي سِي لَصَنْ سَي لَصَنْ إِلْفِنِي سِي لَصَنْ يُنْهِدُ رُوسَهُ أَوَنْ دَلَيْ جُوِي قَبْلَ أَنْ يَدَهَبَ لِلْلَعِبُ إذن هنا نتكلم عن فِنِير في الحادر la conjugaison du verbe finir au présent وَأَيْدَنْ مَادَامَ فِنِير يَنْتَمِ إِلَى الْمَجْمُوعَةَ تَنِيَ فَإِنَنَا سَنَقُولُ نُفِنِسَنْ نُو فِنِسَنْ نُفِنِسَنْ نُو لِسَنْ نُو لِسَنْ avant d'aller jouer نُفِنِسَنْ نُنْهِ نُفِنِسَنْ نُنْهِ نُو لسَنْ ايْدَرُوسَنَا قَبْلَ الدَّاب لِلْلَعِبُ وُو فِنِسَي وُو فِنِسَي وُو فِنِسَي وُو لسَنْ دُرُوسَكُمْ وُو فِنِسَي تُنْهُونَ وُو لسَنْ دُرُوسَكُمْ إِلْ فِنِسْ يُنْ هُونَ إِلْ فِنِسْ لَرْ لِصَنْ لَرْ أَوْلَىٰ أَلْزَانَ أَوْلَىٰ لَصَنْ هُونَ 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 تَلَوْسَنْ قَبْلَا تَهَابْ لِلْلَّعِبْ إِذَان هُونَ تَكَلَّمينَ عِنَ الْحَادَرْ في هذه المراجعة يمكنك التكلم باللغة الفرنسية أحاول أن أقدم لكم مجموعة من الأفعال مصرفة إلى مجموعة من الأزمان الآن سأمر إلى finir أو passé composé أي في الماضي المركب سأمر لكم فيني ونضيف فقط لكسلية أفعال نقول مثلا جَيْفِنِ مَيْ لِسَنْ مَيْ لِسَنْ جَيْفِنِ مِيْ لِسَنْ جَيْفِنِ مِيْ لِسَنْ تُيَفِنِ تِيَفِنِ تِيَفِنِ أَنْهَيْ تَتْرُّوْسَكَ تُيَفْنِي تِي لوشbecue إلا فني إلا فني سي لسان إلا فني سي لسان إلا فيل پاسي كمبوزي فإلا ما دل مرقب فقط قمنا بي ودا لأكسلية عوى قبلة فني يبقى فني على حالي وانا دعو ج توا إلا نزاون وزاون إلا يمكننا نقول نزاون فني نزاون فني نو لسان دورو سانا نو لسان نزاون فني نو لسان وزاون فني وو لسان إلا فني لر لسان لانسا عمورو إلا الفيتي بي رجالا إلا ج فني رجال ما تركو لفيل كما هو لحيدو ماي الفيل نتركوه كما هو فنير وانا دفولاو آئي لوس فيها شاء لو 수도 افوان تلسان افوان تلسان تعوش دورو سك موسيقى نو نو لسان وو فنيره سوفاتون هنا وفنيره وو لسان سوفاتون هنا دروساكم يل فنيران يل فنيران او انت يل فنيران او انت لر لسان يل فنيران لر لسان اي سوفاتون هنا دروساكم في المستقبل اذا قمنا بتصرف لرب فنير او پاسي قموزي او پرزن او فتير سامب اي قمنا بتصرف الفعل ينهي الى الحاضر والماضي المركب والمستقبل البسيط اذا في الدروس القادمة سأحاولنا نقدم لكم ايضا مجموعة من الازمينة الامبارفير والفيتير بحوشوة والامباراتيف اي مجموعة من الازمينة فقط تابعوا معي الدروس سأقوم بمراجعة وبعد ذلك سأقدم لكم مجموعة من الازمينة وشكرا لكم وإلى قاعدنا آخر فيديو آخر ان شاء الله مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتكم La langue française من اراد مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية فيه ثلاثة اشهر فلينزل الى اسفل فيديو وليضغط على La langue française وسيجد جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين إذا كنت من المتابعين الجدد اضغط الآن على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جام وشكرا لكم